تجه الأنظار اليوم إلى المملكة العربية السعودية التي تحتضن الدورة الـ 41 للمجلس العالي لقادة دول مجلس التعاون الخليجي قمة من المنتظر أن تفتح صفحة جديدة في علاقات دول المجلس من خلال تجاوز الخلاف بين قطر وعدد من دول المجلس وقد أكد مسؤول أمريكي أن اختراقا تم تحقيقه في المحادثات حول الأزمة بين قطر وجيرانها الخليجيين مضيفا أن اتفاقا لإنهاء هذه الأزمة سيوقع اليوم في الرياض بحضور جاريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب وصهره وفي مؤشر على أجواء الانفراج أعادت السعودية فتح أجوائها وحدودها البرية والبحرية مع قطر بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية وفي الدوحة أعلن ديوان الأميري أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني سيترأس وفد بلاده لحضور القمة وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قد قطعت في يونيو 2017 العلاقات مع الدوحة واتهمتها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة وهو أمر تنفيه قطر وأخذت عليها تقربها من إيران كما اتخذت الدول الأربع إجراءات لمقاطعة قطر من بينها إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية ومنع التعاملات التجارية مع الإمارة ووقف دخول القطريين أراضيها ما تسبب بفصل أفراد عائلات من جنسيات مختلطة عن بعضهم